دكتور خلينا أسأل حدك بقى يعني بالنسبة للجنة الموقعة قبلتك بعض الصعاب يمكن توفى كابتن جابر عبد العاطي الله يرحمه ويحسن إليه أيضا خرج أحد برضو الأعضاء ما تمشي موافقة أنه يبقى يكون مع حضرتك كلمني عن المطبط دي برضو هي الحقيقة لما مات كابتن جابر كان قال للعدد بتاعنا فكنا سبعة بقينا ستة وده ما تقول برضو مش استقال بقينا خمسة فإحنا كنا الخمسة من أصل القرار كان طالع سبعة تمام فبدأنا بعد كذا نشتغل على خمسة فترة طويلة لغاية لما صلحنا الوضع مع اللجنة الأولمبية وطلبت يتعين اتنين معاي عشان يبقى القرار نرجع تاني للسبعة استكمال العدد بالضبط الحقيقة كانت اللجنة الأولمبية يعني مشكورة استجابت لرغبتي وللي احنا اخترناهم هم لجوم كابتن شرحان سامح وكابتن محمد المهدي ودول يعني لعيبة دولية وغير لعيبة دولية شباب يزدون أفكارهم وقراءهم يبقى ما احنا برضو الكبار شوية ناخد أفكار الشباب طبعا لأن الشباب برضو يكيد دي أفكار متطورة برضو وحاجات زي كده فالحمد الله اندمجوا بسرعة جدا 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 مع المجموعة اه اندمجوا بسرعة بطريقة غير طبيعية لدرجة إنما اقولك يعني كل قراراتنا كلها جماعية كلها صح بسترامة كان في الأول الموضوع صح بس خلينا أقولك يا دكتور بتهتلعني الحتة كده وردو صد يعني لما بيبقى المجموعة مختارين معظم الأول وكسبوا كلهم أو موجودين كلهم بيبقى الاتحاد ماشي سموس والدنيا جميلة من الضبط مش دايما الانتخابات يعني خلينا أقول في الألعاب الرياضية أو في الاتحادات مش دايما بتجيب مجموعة متجنسة الضبط طب حل الموضوع ده يا دكتور اه والله حل الموضوع ده ان انفوس تغير بمعنى ايه انت داخل تخدم لعبة مش جاخل تتخانع أو تتصرع معزمين لك مش جاخل دالي رأيون دالي رأي يا لأ ده هي انت لازم تعرف مصطحة لعبة فين وتقول أفكارك وقرارك يعني احنا دلوقتي اقولك السبعة مثلا كل واحد كان بيقول فكري وهو رأي جديد انا بنستفيد بيه بس بنخرج بالآخر بننفذه بننفذه على طول